بما أننا لازلنا في شهر الانتصارات فحقيقي إحنا ما ينفعش أننا نكل أو نمل عن الحديث عن انتصارات أكتوبر وعن ما بعد هذا النصر وقد إيه مصر يعني والقيادة المصرية وقواتنا المسلحة تمكنت في هذا التوقيت من استرداد قطعة غالية جدا من الأراضي المصرية بعد انتصار أكتوبر مصر كمان قدرت أنها تسترد طابة طابة مهما تكلمنا عنها وعن موقعها الجغرافي وجمالها والطبيعة الخلابة وقدي هي منطقة سياحية من الدرجة الأولى مش هنقدر يعني نقول ده في حلقة أولا اتنين ولكن خلينا نقول أن طابة مكان لي قيمة كبيرة جدا جدا سواء من ناحية السياحية من ناحية الجغرافية وبالتالي مصر ساعد بشطة الطرق في هذا التوقيت أنه تسترد هذه المنطقة ومصر في الوقت ده لوزارة الخارجية وممكن قدمت العديد من الوصائق والخرائط اللي بتثبت أحقية مصر في هذه المنطقة تحديدا وبالفعل مصر تمكنت أن تسترد طابة ويعني بنفخر طبعا بأن احنا أولاد هذا البلد اللي يعني ما بيتخذلش أبدا في أن هو يدافع عن حقه أو أن هو يسترد حقه بشكل أو بآخر النهاردة عايزين نتكلم عن طابة وعن جمال هذه المنطقة ونتكلم عن النهضة الحقيقية اللي بنشهدها في هذا التوقيت وقد إيه إحنا حارسين ودولة مصرية حارسة على الاهتمام بمثل هذه المناطق السياحية والأسارية والجغرافية الهمة جدا في أرض مصر اسمحوا لي في هذا الإطار أرحب بضفتي الكريمة اللي بتشرفني النهاردة دكتور سلوى بكير أستاذ الخرائط الدولية أهلا بحاجة دكتور صباح فلع على حضرتك أهلا بيك يا فنم كل سنة وأنت طيبين محاجة طيبة يا فنم هذه القناسبات جميلة بتيجي مع بعض عشان مصر جي مصر لأرض طيبة الحمد لله بنقول على سينة أرض الفيروس ويجي حقيقة هي أرض الفيروس لأنها فيها كثيرة من المقدسات وكثيرة من المعالم اللي حضرتك بترجع بينا لتاريخ أجيم جدا بتقول أن مصر جي مصر ربنا بيسونها لوحدها النهاردة بنحتفل بعيد مهم جدا هو عيد الجيش المصري انتصارات الجيش المصري ده اللي على العين والرأس بتاعتنا اللي هو بسبب أن هو انتصار أكتوبر 6 أكتوبر 73 مع يعني اندمج واتفقة مع المولد النبل والشي فنقول إيه إحنا كده بنحتفل بمنزبتين كل سنة وحكي طيبة وكل سنة ده مشاهدين بأكتو خير يا رب كل سنة وانتو طيبين وإن شاء الله دايما نكون يا جمعنا ربنا على الخير وعلى أن احنا نقول دايما لمصر تحية مصر بجيشها صحيح اللي هو المنتصر اللي دايما إحنا بنعتز به ومنفتخر بحرب 73 دي لأنها هي حرب الكرامة نصر عظيم طبعا طبعا انت بتكلم عن طبعا وطبع دي مش عايزة أقول لك أنها مش عايزة هي ملحمة ملحمة شعبية غريبة الوصف لأنها اعتمدت اعتماد كله على الحاجة اسمها الحرب والسلام لأن لو لا الحرب ما كان السلام لرئيس أنور السادات مش هنقدر أن احنا أبداً ما نذكرهش الشهيد أنور السادات الذي رفعه على رأس مصر وعاد سينة بدون إراق الدماء كان هو العقل المدبر لهذه الخطة اللي تم تنفذها لإسترداد طبعاً طبعاً لأنه لو لمعادة السلام ما كنا توصلنا إلى أن احنا نحصل على كل أرضنا في سينة بدون إراق الدماء لأن كان هيبقى سلسلة من الحرب لن تنتهي لأن المصري لا يستغنى أبداً عن أرضه ولن يتنازل عن شبر من أرضه فكانت هتبقى سلسلة متواصلة فهو حزم الأمر وكف القتال عن المسلمين وعن الشعب المصري في صورة طبعاً الجيش المصري لأن الجيش المصري هو المتكافل بحماية الوطن فطبعاً عودت طبعاً إلى مصر دي كانت ملحمة ملحمة لي لأنها ملحمة دبلوماسية وجاءت عن طريق المفاوضات والتحكيم الدولة اللي هو كان أصلاً رفضها إسرائيل يعني إسرائيل لما تعملت المهادة لم تكن تتقيل أنه هيكون فيه بند من البنود هيفرض عليها في لحظة ما وهي بتسلم تحرير سينة تحت اسم أنها بتسلم الأراضي قبل الاحتلال أو النكسة بتاعت 1967 كان متخيلة أنها الأرض بس اللي احتلتها في ذلك الوقت وأنها ممكن تتلعب بالسيغة دي تحت أي زروف وتحت أي مسامة إنما في الواقع جاء لها مادة إن هي المادة السابعة في المؤهدة اللي كانت عظيمة وضعها إن المنازعات اللي تقام بين مصر وإسرائيل تحل بطريق المفاوضات أو التحكيم الدولي وكان دي هي الحد الفاصل اللي خلانا ساعة ما جاءت اللحظة الحزيمة ورفض إسرائيل لتسليم نقطة طابة وتحت اعتماد إنها فيه قبل كده حصل كثير من فاوضات عليها مش أول مرة نعم يعني سلسلة من فاوضات من سنة 1906 مع الدولة العثمانية لأن هي النقطة حساسة جدا لو قلنا ما هي موقع طابة صحيح وهانية جغرافية أكيد جاء موقعها يعني غريب جدا هي النقطة نائية في أرض مصر بتحكم الحدود لأربع دول مصر وإسرائيل والأردن والسعودية النقطة دي استراتيجية غير عادية لأنها بتحكم الوصلة بين الأربع دول وطبعا أنا لما بروح تطبع بحب بطلع فوق الهيلتون فوق اللي هو السمتونيستا اللي كان عملوه بسبب أن هما يحاولوا يحتلوا المكان برضو نوع من مراوغة من الإسرائيليين لو تشوفي النقطة دي من فوق من دور العاشر وتبصي على النقطة الحدودية دي هتحسي بشعورك أن أنت فخوراً الأرض دي بتاعتك ممكن طبعاً يا دكتور بتتميز بالمرتفعات يعني هي كلها جبال 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 وهذا يسميها وهذا بتطابا صحيح فأنت حضرتك الموقع استراتيجياً وجغرافياً مهمة جداً بيابا يعني الطابة دي بتبعد عن العقبة اللي هي ميناء الأردن عشرة كيلو وبتبعت عن إيلات حاجة بتاعت يمكن بين خمسة وستة كيلو مش عارفة بالزبط بالدقة إنما شوفي القرب منها وبين نقاط مهمة جداً مؤسرة على دور بتعتبر النقطة دي نقطة دخول لخارج العقبة صحيح دي مداخل ومداخل رئيسية عشان يقدروا يعملوا تنشيط للسياحة وتنشيط للتجارة والحركة والتمكن من البحر الأحمر كل ده حضرتك ما تخلوا تلات نقطة دول العقبة إيلات وطابة طابة في مصر العقبة موجودة في الأردن وإيلات موجودة في إسرائيل عشان كده كانت مهتمة سرائيل جداً إنها تتمسك بطابة وعملت على إنها تحد جزء جبير جداً من الهضبة هضبة الشرق هضبة طابة عشان تعمل طريق منه إيلات عشان تعمل ليه بقى؟ لأنها خططت طول فترة 67 على إنها تخفي الحدود الأصلية بتاع الطابة وفي أثناء عملية الهدم فعلاً تم تغطية للنقطة الحدية 91 طب هل دكتور في التوقيت ده مصر استندت لبعض الوسائق والخرائط مش بس المصرية ولكن أيضاً على مأزون بريطانية وتركية وسودانية حوالي 29 وثيقة أو خريطة في حين إن إسرائيل كانت تستند على فقط ستة عدد أقل بكثير جداً إسرائيل لو إحنا حضرنا الفترة دي كمفوضين وكناس متواجدين كنت يعني حجمي كان صغير جداً في هذه المفوضات إنما كنت متطلعة لقربي من العمل للخرايط على الموقف الموجود مش أي واحد كان يعني متاح له إنه هو يبقى مقترب كده عن طريق إن إحنا نتعام مع المساحة العسكرية وكان سيد اللي هو عبد الفتح مصر لدور كبير جداً في المفوضات وحضرها فعلاً وتواجد بصفته اللي هو بيمثل الناحية الفنية العسكرية وحضرتك هيئة المساحة كانت متعاونة معه عن دكتور عبد الفتاح حبيب وأنا كنت رئيسة قسمة أياميها للخرايط والطول بيني فأتيحت لحضرك الفرصة إن أنت تكوني متواجدة عن قرب يعني عن قرب فطبعاً حضرنا بقى المفوضات كانت بيحصل إيه فيها من المراوغات إيه المراوغات اللي كانت بتحصل بحيث إن إحنا نبقى منزعجين وكلنا منتكاتف بدون تعليمات وبدون محضرتك نتوقع أي مكافأة سواء من العمل أو من أي جهة إنما كان بقى نحية موجودة فيها الإنسان كضمير وكيان موجود في عمله إن يوفر كل المسندات الدلة على إن الأرض دي أرض مصرية ما هي أرض مصرية ما إحنا كلنا عارفين كناس متخصصين ومتواجدين وبنعمل حرايط على إن النقطة دي نقطة مصرية من إمتى دي كانت كنتم تبحثوا عن أي دليل يؤكد مصرية هذه المطقة الأدلة دي لأن كانت تعامل مباشر بين الجهة الأجنبية في التحكيم متمثلة في سويد وإنجلترا وفرنسا وكلهم شخصات يعني أجنبية كانش فيها موجودة لحامد سلطان سابت اللي هو حامد سلطان اللي هو كان ممثل قضائي لمصر فكانت دول كلهم إلى حد ما بيبقوا متعاطفين مع الجهة الإسرائيلية فكانوا بيستغربوا أوي هو ليه ليه كل المستندات جاية من جهة عسكرية ليه ليه مش من جهة مدنية عشان كده بدأ يلجأوا إلى أن لا ده فيه مستندات موجودة موجودة في الجماية الجغرافية موجودة في هيئة المساحة في المساحة الجوية إحنا طلعنا أنا بقى اللي طلعت الجزء اللي يخص ناحية المدنية ومساحة بحضرتك بشوية بحثة في مكتبة أصلا عملها الإنجليز في هيئة المساحة من زمان أيام ما هم أنشأوا هيئة المساحة دي فكان هم بيتموا جدا أن يبقى في مكتبة للفنيين والعاملين في المساحة وبيحطوا فيها دوكمان كل المستندات اللي هي بتدل على الحركة السياسية والقوانين الإدارية وكل التغيرات الموجودة في الدولة إدارية فكان يعني من حظ يعني بصراحة إن أنا وأنا ببحث شفت اللي هم شوية مستندات كده في الجزء بتاعهم المصنفين كانوا المكتبة بالطريقة متميزة يعني في قسم الجغرافي لقيت حضرتك شوية مستندات كده لونها يعني فعلا أجيم قوي أنا أصلا متخيل أن ما دور على خرايط أنا مش بدور على دوكمانتس دور أخرايط فلقيت الورق ده لونه أصفر جدا فشدت قلت ده يعني إزاي فتحتوا لقيتوا اتفاقيات دولية اللي موجودة بين الدولة العثمانية ودولة مصر بتحدد فيها داخل هذه الدوكمانتس بتبقى دايما في الاتفاقيات زي مهات سنة كده دي كانت بين تركيا وبين مصر آه بين دولة العثمانية وبين مصر لأن دولة العثمانية سنة 1898 كان عبد الحميد طلع فرامان معروف فرامان أجحف به مصر إنه خد منها طابة ليه عشان يمنع الإنجليز منهم يدخلوا ومحمد علي إنه يتوغل داخل الجزيرة العربية خوفا من جيش المصر بس إن في فترة محمد علي كان جيش المصر كان قوي جدا كان من أقوى الجيوش يعني أول جيش نظامي في عصره كان في أيام محمد علي فهم انزعت جدا دولة العثمانية والأسيتانة وبقوا خايفين من امتداد الجيش ده بمساعدة طبعا الإنجليز على إنه ياخد كتير من البلاد اللي موجودة في الجزيرة العربية نعم فرحوا فعلا متلى فرامان أخد فيه طابة وطبعا جهاز الفرامان طبعا مصر مش ممكن حتى تشكت عليه فطبعا حصلت إصارة ومفوضات متتالية لحد في 1906 كرروا إن هما يعيدوا التقرير تاني من أول جديد يعيدوا ترسيم الحدود وثبت بقى إن طابة دي مصرية دي ما هيش طبع أبدا الأردن أو طبع فلسطين أو أي جزء من أجزاء التاني ونجحت الموضوع من هنا وبدأ برضو رغم ذلك بقت حروب عليها لحد ما حصلت لك الانتداب البريطاني على الفلسطين ومحاولة تنفيذ فكرة وعدة بالفور فكان لازم يعملوا حدود يعني واضحة بقصد إيه مش بقصد مصر هو بقصد إن هما يفصلوا فلسطين تماما علشان يخلوها خالية لتنفيذ وعدة بالفور وفعلا من هنا سنة 1922 فيه مستندات دلة على إن فيه الانتداب بتاع البريطاني على فلسطين وبعدين حضرتك الدوكيمنت بقى تتوالت 1922-1928 الوسائق ورمين جوازها أقبع هي هي كانت مفتاح أنا اللي بيحكي لك الموضوع لأن حضرتك ده فيه دايما مفتاح صحيح لإنك تدخلي لموضوع بيكون مخبيك جهة تانية وغير متأكز إن ممكن تكون إنت عندك مفتاح ليه ودليل ثابت على إنه يضطر يطلع الأساسيات من مكتبة الكونجرس البريطانيا من مكتبة التركية في الأسيتانا من حضرتك من السودان يتفرد على إن في السودان فيه دوكيمنت بتثبت الكلام ده كل ده كانت فتحة إزا اسمها إيه الفتحة للموضوع ومن هنا بقى إحنا جمعنا المستندات ومن جمعية جغرافية طبعا كان لها دور كبير جدا لأنها بتحتوي على خرائط 12 ألف خريطة من خرائط اللي هي التاريخية بتاعت مصر حضرتك هي عشان كده بقول إنها ملحمة ملحمة شعبية علمية احتوت على الجغرافي والتاريخي والأصحاب القانون يعني أنا ما قادرش أنسى أبداً أستاذ الدكتور المفيد شهاب صحيح ولا أنسى اللبيب يونان ولا حضرتك أنسى أبداً حضرتك اللي هو عبد الفتح محسن اللي لو لا ما كانت نفذت كل القوانين على أرض مصر بالنقطة 91 دي فين لأن سيادتك تخبيتها كانوا اعتمدين حتى لو حصل تحكيم دولة بما حصل من مراوغات مراوغات ومحاولات لأنهم يساوموا مصر إيش مرة يقولوا لا إحنا هنأجر لك هنأجر 99 عاماً طابة هنأجرها وهضرتك وبعدين كده بيخدوها كل ده محاولات عشان يبعد المسافة ويقدر يسيطر على المكان لأنه هو محضر نفسه أنه هو يبقى له نقطة دخول مستقبلية للأخ طيب يا دكتور بقى من الفترة دي وحتى هذه اللحظة إحنا برضو بنشهد في هذا الوقت طفرة حضرية ونهضة حضرية كبيرة في الدولة المصرية فعد الرئيس عبد الفتاح السيسي ماذا عن التطور اللي طرق على طابة وماذا أيضاً خليني أخد حاجة كمان عن المشروعات الحديثة المقامة في مصر في كل مكان بشكل عام حضرية كتابة طبعاً لها تاريخ تاريخ هي تاريخياً هو أنشأها صلاح الدين الأيوب وعمل فيها قلعة اللي هي قلعة صلاح الدين الأيوب في جزيد فرعون وديهم تعتبر نقطة تاريخية وجزء تاريخ مهم جداً في حاجة اسمها الأنباط الأنباط دول كانوا من الأردن كانوا بيشتغلوا في التجارة كانوا ياخدوا اللي هو وادي التويبة ياخدوا اللي هو داخل النقب بقى اللي هو بيدخد سحراء النقب كانوا على طول مستمرين على الخط ده أقاموا طول قامتهم في الأماجد دي أثار الأنباط ودي أثار تاريخية أديمة جداً لسه مازالت موجودة حضرتك في نوابة وموجودة في طابة وفي مداخل كتير عشان كده فيه أقولك فيه السفريات اللي هي بتاع الصحروية اللي بتطلع كرحلات السفاري دي بيحبوها جيد الأجانب عشان يدخلوا للمناطق الأسرية ده غير بها طبعاً حكاية أنها بتتمتع بأنها الطبيعة بتاعتها الخلابة في حكاية الغطس والعشاب المرجانية والمتعة اللي بيتمتعها بيها السياة فالمنطقة دي منطقة سياحية تاريخية الاهتمام بيها سياحية مهم جداً لأن أنا مش عايزة أقولك أن المنطقة دي مقدسة بالنسبة للشعب الإسرائيلي دائماً تلاقي متواجد في طابة يعني الإسرائيليين اللي هما يقولوا عارب 48 إنما هما حاملين للباسبور الإسرائيلي في حركة كبيرة جداً من الأردن عن طريق العقبة وعن طريق منطقة دي فطبعاً السياحة مفتوحة ومطلوب أننا نقامل لها تنشيط بس في مجموعة استثمارية بتعاني اسمها مجموعة الاستثمارية بتاع الطابة ونوبة المجموعة الاستثمارية دول بنشطوا سياحة علشان يحيوا المنطقة المنطقة أكثر وقت يستفيدوا منها علشان دي مفيش زياءة في العالم صحيح يعني صراحة طابة كمية هم عندهم مئلات يعني قريبة جداً منهم ونفسها علقت إنما مية سبحان الله المية عند طابة مختلفة تماماً سبحان الله أه مختلفة في جمالها وفي الشعب المرجانية اللي موجودة فيها وفي الأمان وطبعاً مصريين فيه الهسبتالتي لحيث إن المصري كريم في الخلق وفي التعاملات فبيبقى فيه نوع من الرحة في التواجد في المكان فطبعاً كانوا بيطلبوا طبعاً بعملية إنه يبقى فيه تسهيلات أمنية وتسهيلات في عملية الحركة في الانتقال من باليخوت البحرية لأن رياضة البحوت البحرية دي مهمة جداً في السياحة بالنسبة للمنطقة هذه علشان تتحرك من ولكن بشكل عام محتاجين يكون فيه رواج أكتر للسياحة في هذه المنطقة لأن السياحة كمثيلاتها بقى زي شرم الشيخ ودهب وهكذا يعني مناطق المنطقة محتاجة حضرتك إنها تدعم تدعيم بلون جديد علشان يحصل عملية تطوير هي فيها لأن هي منطقة جاذبة للسياحة بس يعني محتاجة عملية تدعيم من الدولة علشان تخفز شوية ناحية اللي هي السفريات بقى حركة الإجراءات للسفر طيب فيما يخص المشروعات الحديثة والمطورة والنهضة الحضرية اللي بنعيشها حاكم كان قبلها وطلبتي مني إنك عايزة تتكلمي عن مشروعات الطاقة والكهرباء تحديداً نظراً لأهمية هذه المشروعات في هذا التوئيد ده مهمة جداً أنا عايزة أقولك إحنا داخلين على مؤتمر عالمي غير مسبوق اللي هو كاب سبع عشر حضرتك إحنا كتير ناس يقول إيه التغيرات مناخية يعني إيه؟ إيه أهميتها يعني؟ مناخ موجود فيه ناس متخيلة أنه يعني الإعلام وأن الدول مدي الموضوع أكبر من حجمه لكن هو فعلياً الموضوع مش بسيط ده في الواقع هو موضوع هام جداً اللي بيدرس كويس جغرافيا وجولوجيا وداخل في مجال الأرصال الجوية مدرك مده خطرته بينزعك ويحس إن الموضوع ما هواش حكاية أعلام ولا حكاية إن إحنا عايزين الدول تيجي أو نعمل تمهيد للسياحة كل هذي البنود طمع مهم إنما الأهم من ده كله إن إحنا فعلاً نواجه مخاطر ما يعرف بالتغيرات المناخية اللي ثبت تتوجدها لو الواحد بيتابع الإنهيارات المناخية اللي حصلت على المشتوى العالمي في أوروبا في كندا في أمريكا في اليابان من زلازل وبركين وتحركات القشرة الأرضية المتابع بقى أنت حدثك الجليد بيزوب في قطب الشمالي وقطب الجنوب بيتتغير تواجدت على المستوى العالمي محيطات جديدة فيه المحيط الجنوب دلوقتي ما كانش موجود ثم بقى المحيط الخامس كل هذه التحولات والطورات دي نتائج طبيعية للتغيرات المناخية لأن حصل طفرة غريبة جداً إن فيه درجة حرارة مرتفع جداً حصلت على المستوى العالمي الاحتباس ما يعرف بالاحتباس الحراري احتباس الحراري ده كان نتيجة إيه؟ نتيجة إننا إحنا عدد السكان فيه تكنولوجيا عالية جداً فيه اختراق لأعمال تكنولوجية للغلاف الجوي السواريخ والفضاء وكل هذه الأعمال أعمال بتطلع كميات من النفايات والاحتراقات والإنبعاثات اللي هي بتيجي من الأرض تسببت في ارتفاع هذه الدرجة طب تيقظوا لها لما حصل بقى بظهور شوية الكورونا شوية كورونا فبدأ يدرسوا دراسات فاكتشفوا من خلال كورونا ومحاولة محاربتها إن فيه كارثة تانية اللي هو إن فيه درية حرارة عالية جداً بتصل على الكرة أرضية وإحنا مش واخدين بالنا منها وسن يكسيد الكربون عيني جداً على المسافة للغلاف الجوي ونطة الأزون بتتفتح والأكسجين بتتصر يبقى حضرتك يبقى فيه مهمة لازم يتخذها عالمياً عشان حماية البشر إن إحنا نزود الأكسجين اللي موجود فيه الكرة الأرضية صحيح أنا لي دخلتلك المدخل ده على الطاقة لأن فيه الطاقة اسماء الطاقة الأحفورية والطاقة الأحفورية دي عبارة عن البترول وعبارة عن الفحم وعبارة عن الغاز الطبيعي صحيح وكلهما كل زيهة الطاقة هي يعني لها أصار جانبية من الإمبعاثات اللي بتتسبب في زيادة سانية أكسجين الكربون بصوة العالمية بتستخدم طبعاً في المصانع وبتستخدم في جميع الأعمال التكنولوجية والفضائية وكل هذه الأعمال معتمدة فبيتطلع عن الإمبعاثات الإمبعاثات دي هنخففها إزاي؟ صحيح عن طريق اسمها الطاقة المتجددة والطاقة المتجددة دي طاقة طبيعية المفروض أنها هتفعلاً هتعمل تغيير جزري في البيئة الطاقة المتجددة دي عبارة عن إيه؟ الطاقة الشمسية وإحنا في الحزام الشمسي للكر أرضية يعني عندنا أحسن موقع لنا بالنسبة للشمس عشان نستفيد من درجة الحرارة بتاعة الشمس على الألواح الجديدة اللي هي الألواح بتاعة الطاقة الشمسية إن إحنا نغير النظام ونبقى من نستمد طاقتنا الكهربائية من الطاقة الشمسية صحيح بدلاً ما حضرتك نبقى الطاقة الكهرومائية طبعاً معروفة عندنا السد العادي وعندنا كثيرة من السدود والطاقات اللي هي المعروفة إنما كان لازم نستخدم الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة مش عايز أقولك إن سيد مهل الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيش طبعاً كل سنة هو طيب وتحيي تسلام له عمل عدة محطات للكهرباء توليدي الكهرباء اتنين تأتيين محطة موجودة في أسوان اسمها مشروع بنيبان بنيبان في أسوان حضرتك بتعتمد على الطاقة الشمسية كاملتاً وفي أمل إن المحطات دي طبعاً ده غير أسوان كيفية محطة حضرتك في الغرداء في محطة موجودة في كومومبو في بورولوس في مناطق متعددة في المحافظات عشان يعمل شبكة متكاملة من محطات نغير بيها الرابط الكهرباء الرابط الكهرباء بتاعنا معتمد على الطاقة على الرابط الهوائي إنما فيه دلوقتي الصوت تاني اللي هو عن طريق الأرض الخطوط الأرضية الخط الأرضي ده مش عايزة أقولك إنه هو استعداد كبير جداً بمشروعات اللي عمل تصدير للكهرباء لأن مصر حصل لها طفرة غير عادية في توليد الكهرباء في مصر يعني ممكن نشهد الفترات القادمة بوفرة تمكننا من تصدير كمان يا ده؟ ده في الواقع هو تقريباً فيه مشروع مع أبرس واليونان على امتداد اللي هو التاقة الكهربائية دي عن طريق اللي هي الأرضي عن طريق البحر الأبيض المتغسط لنقل التاقة الكهربائية ومش عايزة أقولك إنه هي دي الوسيلة المستقبلية للربط بين أوروبا وبين أفريق لأن الرابط ده جديد هو ما كانش موجود لأنه بتعتمد عن رابط الهوائي ورابط الهوائي ده أو الأساك الكهربائي اللي احنا بنشوفها دي ما تنفعش أنتي تقترك بها القارات إنما الأرضي ممكن عن طريق موسير موسير الأرضي كل هذه الأعمال مشروعات حديثة لم يسبق إنها مصر اخترقتها لأنه ده اللي حيوفر لنا طاقة كهربائية جديدة هتسمح لنا بالتصدير وفعلا فيه اتفاقيات بين مصر والسعودية على تصدير الطاقة الكهربائية وبيننا وبين الأردن ودي أديمة يعني أصلا فيه الرابط الهوائي ده بين مصر وبين الأردن علشان نقل الكهرباء طيب هل يا دكتور المشروعات دي ممكن يكون ليه تأثير على برضو قطاع السياحة محليا وعالميا طيب هل أن هدريتك بيخلينا عندنا طاقة كهربائية متوفرة علشان عملية توفير كل الإمكانيات الفنادق مثلا فنادق تبقى متوفرة عندها طاقة كهربائية كفائية يقدروا يستمدوا بيها أن هم يقوموا بمشروعات داخلية بتزود مشروعات السياحة الحفلة اللي بتحصل في الأسوان دي اللي موجودة اللي هي متميزة جدا طبعا دي بتعتمد على إيه على الطاقة كهربائية الموجودة في أسوان في المحطات اللي هي غير عادية سواء طريق للطاقة الشمسية اللي هم موجئين بيها الجمال اللي أنت شوفيه في حفلة المطرب إيطادي وحاجة كانت رأيها بسرعة الكلام دا ما هوش يعني لاي ما نقدرش نقول إنه مش مهم أو هو إنه هو حاجة مبالغ فيها في توقيت فيه أزم اقتصادية مثلا لا دا الحاجات دي مهمة جدا عشان نتخطى بيها الأزمات الاقتصادية لأنه لو ما كانش يحصل تنشيط بصورة مناسبة للعالم مش فكرنا بقى اللي لسه محتاج تواية احنا برضو الفكرة الشعب المصري محتاج لتواية كثيرة لتقبل ما هو جديد صحيح فدي طبعا مشروعات كلها لها قيمتها ولها مميزاتها لازم نتقبلها فمش عايزة أقولك فيه الطاقة فيه الطاقة اللي جاي عن الرياح فيه الزعفرانة صحيح؟ من المناطق الشهيرة جدا باستخدام الطاقة طاقة كهربائية عن طريق سرعة الرياح في المنطقة وليها دراسات غير عادية لأن انت لازم تعمل على ارتفاع معين المشروع وطبعا بيتضارب شوية مع الطيران ومع الدواعي الأمنية فبتبقى دراسة عميقة صحيح عملت اختيار مناطق معينة يعني ينكم فيها طبيق المشروع مع الرئيس مخصص سبع تلاف كيلومتر مربع من الأراضي لمنطقة الرياح اللي هي بتعتمد على الرياح تقرد الرياح موجودة في الزعفرانة وموجودة على قليل سويس وموجودة في أسوان لنجي مناطق طبعا الأخوبرة توصلوا لنجي مناطق مرتفعة وارتفاعات معينة مش هتؤثر تأثير كبير على الطيران أو أي نواحي فتم اختيارها وتحددها دي مشروعات ما كانش موجودة صحيح ودي مشروعات دي مستقبلية يعني احنا بنقول انبعاث الحراري حيحصل ان هو ينخفض ونعتمد اعتماد كله على الطاقة الحرارية أو اللي هي مستمدة من الطاقة المتجددة 22% سنة 2018 إن شاء الله نتمنى دكتور ان احنا نستمر في ان احنا بنشهد مشروعات ونهضة حضرية كبيرة جدا جدا دي مشروعات جميلة في السنوات القادمة لان ده مستقبل أولادنا والجيل القادم بإذن الله إن احنا هنقول ان الطاقة عندنا صحيح الغاز الطبيعي لان الغاز الطبيعي طبعا نحاس تطوير وتنمية وبقى بيطلع بكميات غير عادية بحيث ان احنا مستهدفين كدولة ان احنا نصدر وفي الازمة طبعا اللي احنا عرفينا بتاعة اوكرانيا وروسيا وروسيا فيه دور كبير اوه بس احنا مش عارفينه طبعا احنا الخلفيات احنا مش موجودين احنا بس كان هي معلومات عامة وليست معلومات يعني لها دقيتها حياة دكتور ساعدت بلقاء حضرتك وشرفتنا ونورتنا افتتنا اكيد معلومات كتيرة جدا عن الحديثة عن طابة وعن المشروعات الحضرية الحديثة وتحديدا مشروعات الطاقة الكهربائية بشكر حضرتك شرفتنا ونورتنا دكتورة سلوى بكير واستاذ الخرائط الدولية والتحية مصر نوت تحية للجيش المصري تحية مصر وتحية للرجل الحرب والسلام نعم الشهيد أنور السيدات نعم تحية سلام نوت شكرا جزيلا حكيفا انشرفتنا ونورت مرسي مشاهدين نسم كملينا مع حضرتكم فاصل قصير ونرجع معاكم فقرة حورية كده لسا ما كملنا